حلقة جديدة من سوريا اليوم مشاهدين وفي محاورنا وخاصة في محورنا الأول نتحدث عن مخيمات النازحين واللاجئين ونبدأها من مخيم الرقبان الصحراوي المحاصر والذي تزيد على قاتله الضغوط لمغادرته بعد أن أطلق الجيش الأردني الرصاص عليها فقتل سيدة مسنة داخله الأردن نفى توجيه بنادقه إلى المخيم وهو الذي طالب بتفكيكه في الأمس ويتعامل معه في وسائل الإعلام على أنه منطقة عسكرية تحتاج إلى خفض للتوتر فيبحث مع الروسي والأمريكيين حلن جذريا له حلول يراها الأهالي انتحارية إن تم إجبارهم على العودة إلى مناطق النظام التي تحدث أخبارها في درعا والغوطة وحمص والقلمون عن معاناة أهلها ما بين الاغتيال والاعتقال وفي محورنا الثاني نتوجه إلى مخيم اليارموك فالفلسطينيون يفقدون حقا آخر للعودة على يد نظام الأسد هذه المرة الذي يروج في المنابر لعودتهم وأعمار مخيمهم أما على الأرض فينصب لاءات وشروط القانون رقم عشر التعجيزية ينصبها كلها على مداخل المخيم يطالبهم بإثبات انتمائهم للمخيم وبأن لهم حقا فيها هناك على أبواب المخيم تحضر في أذهان الفلسطينيين زهرة المدائن يوم سقط العدل على المداخل كما غنت فيروز يوما أهلا بكم مشاهدين من جديد نفى الجيش الأردني إطلاق الرصاص على مخيم الركبان ذلك بعد اتهامه من قبل ناشطين بقتل سيدة نازحة داخل المخيم إثر إطلاق رصاص مصدره نقطة المراقبة الأردنية قرب المخيم غاية تصعيد الأردني في أعقاب مطالبته بتفكيك المخيم وإعادة النازحين إلى مناطقهم كتطبيق للخطة الروسية المزيد من التفاصيل في هذا التقرير ثم لعود للنقاش مع ضيوف سوريا اليوم كان ذنبها الوحيد أنها نزحت من الموت هربت من جيش بلادها إلى الصحراء ليقتلها في نهاية المطاف جيش الجارة الأردن إنها السيدة السورية فوز الشهاب التي قتلت بعد إطلاق النار على مخيم الركبان من قبل نقطة المراقبة التابعة للجيش الأردني قرب المخيم إلا أن الأردن نفى إطلاقه الرصاص في محاولة لتوجيه أصابع الاتهام بعيدا عنه مستغلا كما يقول مراقبون اتهام مسؤول أممي مسلحين وصفهم بالإرهابيين بالتواجد في المخيم السيدة الستينية المنحدرة من ريف حمص الشرقي تم إسعافها إلى النقطة الطبية في منطقة التنف القريبة من المخيم بعد إصابتها لكنها فارقت الحياة على الفور وقد سبق ذلك وفاة طفلتين في المخيم المحاصر الذي دخلته قافلة مساعدات أممية واحدة قبل أيام التضييق على مخيم الركبان جاء في أعقاب المحادثات الأردنية الروسية الأمريكية بما يخص المخيم حيث طلب الأردن بتفكيك المخيم وتطبيق الخطة الروسية القاضية بإزالته وإعادة النازحين إلى مناطقهم وترحيل فصيل جيش مغاوير الثورة إلى الشمال السوري وهي خطة لم يوافق عليها النازحون خشية اعتقالهم من قبل النظام وإعادة تجنيد أبنائهم في قواته النظامية في مصير مشابه لما جرى لأبناء درعا الذين تم التضييق عليهم من قبل عدة أطراف أيضا ومن بينها الأردن لينتهي المشهد هناك يوميا بين قتل واعتقال لفصائل التسوية وحتى للأهالي تحت ذرائع مختلفة لبحث هذا الموضوع مشاهدين ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من غزة عنتاب الكاتب وصحفي سامر العاني ومعنا أيضا من موسكو عبر الأقمار الصناعية بسامر البني صحفي المتخصص بشأن الروسي قبل أن نبدأ نقاشنا مشاهدين نتابع هذه الرسالة لأحد الناشطين داخل مخيم الركبان يقول فيها إن المخيم تعرض لإطلاق نار مرات عديدة خلال الأيام الماضية لنشاهد ساز ماهر القواسات قلن قم يوعة من قوسه ما بيشي لا يظل زوايا جوه ولا ينفوط أطفال لجوه يعني إذا واحد موقف على الساتر الخارجي عم سير قواسات هلقا مبال هلمسك كمان بي بيت هون خالدي من الصبح جوه خبروني ثلاث طلقات بالبيت يعني لو بي حدا قداما قتل إنه عم يقوسع شوائي أنا من كم يوم قاعد عباب المظافة برا كمان الله وكيلك رصاصه ونت من فوق مني منين مرة تحد مني ما بعرف يعني عم يقوسع شوائي هيك يعني مفروض يرتص شويه العساكر تبع حون إنه يا أخي قوسه بالجو ما يقوسه على العالم إذن لي مناقشات هذا الموضوع عود لأرحب بضيفي سيد العاني وأبدأ معه حوارنا يعني سيد العاني بالنظر إلى هذه الرسالة التي سمعناها الآن هناك رواية واضحة من الناشطين بأنه بالفعل يتم إطلاق النار من قبل الجانب الأردني هل تعتقد أن الأردن يمكن أن تحاول ابتزاز هؤلاء النازحين بأمانهم إن صح التعبير مع العلم أن الأردن قد نفت هذه الحادثة تماما نعم أهلا وسهلا بكم والسادة المشاهدين لا يمكن للأردن أو أعتقد أن الأردن لا تستطيع الاستمرار في هذه الكذبة السيدة أصيبت بأربع رصاصات ثلاثة في الإبط ورصاصة بالظهر وجميع من كانوا متواجدين في المخيم شاهدوا أو سمعوا مكان أطلاق النار الأردنيين لم تكن هذه المرة الأولى التي يطلقون فيها النار على المخيم مخيم الموت حقيقة هم يريدون بالفعل تطفيش كل من يسكن في هذا المخيم يريدون تطفيش المدنيين يريدون إعادة المدنيين إلى مناطق النظام هم صحيح يتوافقون مع الخطة الروسية ولكن يتوافقون أكثر مع النظام النظام منحهم فرصة كبيرة بفتح المعبر والروس أيضا منحهم فرصة بفتح المعبر وهذا يدير أموال للأردن وأموال طائلة هذه الأموال لها ثمن الثمن هي تفكيك مخيم الركبان تضييق الخناق عليهم في منطقة تنف أو منطقة الخمسة والخمسة سيد العاني تتحدث عن منحهم الفرص هناك أيضا مسؤول أممي كان له تصريح في الأمس بأن هناك إرهابيين داخل هذا المخيم هل تعتقد أن هذا تصريح يمكن أن يكون ذريعة لتدخلات من هذا النوع؟ يعني موضوع الإرهابيين المتواجدين بين الناس وموضوع وجود إرهابيين بالمخيم هذه أصبحت دعاية ممجوجة وأصبحت كذبة معروفة من يقصد بالإرهابيين؟ هناك قاعدة أمريكية موجودة في منطقة تنف هناك جيش مغاوير الثورة المدعوم من أمريكا عندما يقول يوجد إرهابيين إذن دعيني أتحدث بصراحة هو يقول أن الأمريكان يحمون الإرهابيين في مخيم الركبان لا أبدا لا يوجد إرهابيين هناك الفاصة المعروفة المسلحين معروفين هم من عناصر جيش الحر الذين أساسا كانوا يحاربون الإرهاب ويحاربون التطرف أساسا ماذا جاء بقاعدة تنف؟ من هم مغاوير الثورة؟ هم المعارضة المسلحة الذين هربوا من بطش داعش الذين قواموا داعش في دير الزور وفي الرقة وفي مناطق الشرق الفرات وفي البوكمال ثم جاء ضغط داعش عليهم وذهبوا إلى منطقة تنف أين الإرهابيين؟ هذه دعاية ممجوجة وكاذبة الأردن ما زالت تنفي ما وعدت به الروس وما وعدت به النظام في منطقة تنف سأعود إليك خاصة لمناقشة الدور الأمريكي في التعامل مع هذا الفصيل بالذات سيد البني الأردن نفسها تتحدث عن المفاوضات التي تجري بين موسكو وواشنطن وبين عمان من أجل إيجاد تسوية معينة لهذا المخيم ويبدو أن التسوية ستذهب بشكل أو بآخر باتجاه الرؤية الروسية إذن ما الذي يدفع الأردن لتصرفات من هذا النوع يعني لعنف بهذا الشكل نعم أولا مساء الخيرة إليك وعظيفك وأتوجه بالدعاء لرب العالمين بالرحمة لهذه المواطن اللاجئة التي توفيت كان من كان وراء وفاتها أنا لا يهمني من قتلها يهمني أنها قتلت يعني الدعو الله بالرحمة لها ولكل الذين يعانون من موضوع اللجوء والنزوح إلى آخره أما بالعودة إلى سؤالك وموضوع السياسي الموجود في المنطقة والتوازنات العسكرية فهناك محورين في الحقيقة دعونا نكون واضحين هناك محورين في سوريا يتصارعان محورين أساسيان هم الدولة السورية وحلفائها وأهم حلفوا على رأسهم روسيا والمعارضة وحلفائها وعلى رأس حلفاء المعارضة أمريكا هناك محور أمريكي روسي يتصارع في سوريا على النفوذ وعلى الأماكن وعلى الرؤية الجيوستراتيجية لهؤلاء الحلفين لو أردنا الحديث عن موضوع الأردن في ظل هذا الزخم الذي يتم فيه تضارب للمصالح سنجد أن الأردن ليس من مصلحته وجود هذا المخيم في منطقة التنف لأن القادمون من هناك هم من أبناء القبائل العربية التي نزحت إلى هذه المنطقة تحت التهجير القصري الذي مارسته ضدهم أمريكا بدعوة محاربة داعش هؤلاء الأشخاص جاءوا إلى هذا المكان وقد تسلل معهم عناصر من داعش أزناء خروجهم جاءوا إلى هذا المكان ستقولون لي ليس هناك دواعش سأقول لكم أن الصراع التاريخي بين القبائل العربية الموجودة هناك والقصد الديمقراطية أي الأكراد موجود تاريخيا لا يعني يمكن أن أدخل بطريقة أخرى هل يمكن أن تحتفظ أمريكا في محيط قاعدتها في التنف بعناصر من تنظيم الدولة التي تقوم بقتالها في كل مكان وتخشى منها بشكل أو بآخر نعم سأوصلك إلى هذه النقطة هؤلاء يعني أنا سمعتهم بأزني في أكثر من جلسة في أوروبا وفي مناطق أخرى حضرتها في ورشات عمل للمعارضة السورية كانوا يقولون أبناء القبائل العربية نحن نستطيع أن نتحالف مع الشيطان ضد الأكراد قولا واحدا فلذلك ليس غريبا أن يكون بعضهم قد تحالف مع الدواعش لأن البسطاء ومعظمهم يعني من الناس البسطاء التي لا تفسر المواضيع كما يجب تفسيرها لذلك نجد أن هناك مصلحة مباشرة لأمريكا بمنع رجوع هؤلاء اللاجئين إلى مناطقهم كي لا يحاربوا قوات قصادة الديمقراطية التي تدعمها أمريكا بينما من المصلحة الدولة السورية إعادة كل المواطنين إلى مناطقهم بما فيهم هؤلاء اللاجئين الموجودين في مخيم الركبان وهذا ما سيؤدي إلى إضعاف القوات الكردية التي تسيطر على بعض المناطق التابعة لقبائل العربية ومخيم الركبان فيه أعداد كبيرة من المدنيين وهو في منطقة معزولة وليس فيها أصلا معارك مع الأكراد وإذا كان هناك خشية من عودة هؤلاء إلى مناطقهم فالنظام اليوم لا يقوم بقتال قوات سوريا ديمقراطية أصلا حتى تخشى أمريكا من هذا أتفهمك أتفهمك تماما أتفهمك تماما وأتفهم الوضع الإنساني المزري لأهلنا في سوريا أي أن كان توجههم السياسي طب حتى لو كانت هذه المخاوف موجودة سيد ديسان هل يمكن للأردن أن تقتل مدنيا سوريا داخل الأرض السورية بهذا الشكل حتى لو كان لديها مخاوف تتعلق بالإرهاب وما إلى هناك صديقتي من حق أي دولة أن تحافظ على أمنها وعلى حدودها المخيم موجود داخل الأراضي الأردنية وهناك كما قلتم 70 ألف شخص موجودون في هذا المخيم في أراضي السورية المخيم سيد ألو مخيم الرقبان داخل الأراضي السورية وليس داخل أراضي الأردنية كيف؟ المخيم يقع داخل الأرض السورية وليس داخل الأراضي هو فقط قريب من الحدود الأردنية لا أعتقد ذلك لا هي هذه معلومة وهذا موجود حتى في بيان الأردن نفسها سيد البني على كله أنا أعتقد أن هناك مشكلة بوصول صوتي إليك سأعود إليك سيد العاني هل تعتقد أن هذه المخاوف مشروعة لدى الأردن؟ بهذا يعني مخاوفها من الإرهاب ومن وجودها المخيم على خدودها دعيني بالبداية أعقل على كلام ضيفك ما هذا الكلام الذي يتحدث به؟ منذ متى كانت العشائر متحالفة مع داعش ضد قسد؟ منذ متى كانت العشائر؟ هو يقول أن العشائر العربية هي حاضنة لداعش ومتحالفة مع داعش ما هذا الكلام؟ هذه رواية النظام السوري وهذه رواية المجرم الروسي العشائر العربية من هجرتهم أساسا داعش ومن قتلتهم داعش نسي مجزرة الشعيطات نسي مجزرة العقيدات نسي ما فعلته داعش بالبقارة وبقية العشائر العربية بالجبور وغيرها يعني هذا كلام لا يدخل في بعيد عن الواقع وبعيد عن المنطق ولا يدخل في عقل الأمر الآخر تحدث يعني أنا أعتقد أن الضيف الكريم لم يحضر للمحور كما يجب أساسا مخيم الركبان داخل العربية السورية في منطقة الخمسة وخمسين دعنا نخرج من الردود الشخصية يعني الكلام تمام الأمر الآخر أنا أعتقد أن ما يجري في مخيم الركبان هو تعمد لتطفيش وتهجير المدنيين الموجودين في مناطق أو في منطقة الخمسة وخمسين وفي مخيم الركبان أنتم تعلمون أن قاعدة التنف هي قاعدة قريبة من مخيم الركبان لكن الأمريكيين لا يتدخلون أبدا فيما يجري بالمخيم صحيح أن المنطقة مغطاة جويا لكن الأمريكان لا يحاولون التدخل ولا يريدون التدخل عندما كان المخيم محاصرا لم يتدخل الأمريكان أساسا لإغاثة هذا المخيم إذن هو تحالف ثلاثي روسي مع النظام الأردني من أجل إبعاد هذا المخيم والتفكيكه ما يريده الآن أهالي مخيم كل هذه المعطيات سيد عاني قالوا نحن لا نريد العودة إلى مناطق النظام قالوا إذا تريدون أن نرحل من هذه المنطقة فأمنوا لنا طريق آمن إلى الشمال السوري أما أن نعود للنظام سيعتقلين للنظام وسيقتلنا وسيسجننا في أول دفعة تذهب إليه كل هذه المعطيات ألا تصب ضد مصلحة الوجود الأمريكي في قاعدة التنف يعني يبدو أنها بالفعل هذه المعطيات ليست بصالح الجانب الأمريكي لماذا لا تحاول أمريكا الدفع باتجاه الحفاظ سواء على لواء مغاوير الثورة وحتى على وجود هذا المخيم في هذه المنطقة قاعدة مغاوير الثورة تبعد مسافة لا بأس بها عن مخيم الركبان أي أنها ليست قاعدة موجودة ويحيط بها المخيم أو هي ملاصقة هي تبعد مسافة عدة كيلومترات لذلك الأمريكان لا يريدون التدخل أبدا في مخيم الركبان الأمريكان يعلمون جيدا أنه لا الأردنيين ولا الروس يستطيعون الاقتراب من القاعدة والقاعدة أساسا لنسى في بالأمريكان حل هذه القاعدة المخيم يقع ضمن مساحة الخمسة وخمسين كيلومتر وتم أطلاق النار عليه اليوم ألا يشكل هذا خرقا لوقف الاشتباك الذي تحاول أمريكا الحفاظ عليه في هذه المنطقة بالتأكيد بالتأكيد هو يشكل خرق لمنطقة محمية أمريكيا الأمريكان لا أعرف حتى الآن ما هو موقفهم التزم الصمت لكن منطقة الخمسة وخمسين هي منطقة محمية أمريكيا محمية جويا ومحمية بريا خرق هذه المنطقة يعتبر خرق للأراضي التي تمت حمايتها من قبل أمريكا ومن قبل الجيش مغاور الثورة لكن أنا أعتقد حتى الأمريكان يريدون تفكيك هذا المخيم باعتبار أن هذا المخيم فيه مدنيين ويشكلون ضغط بالحالة الإنسانية على الأمريكان وعلى المناطق الموجودة فيها الأمريكان هم لا يريدون أن يدخلوا بمتاهات ومشاكل أكبر مع منظمات حقوقية مع منظمات حقوق الإنسان لذلك هم يريدون إبعاد المخيم من هنا أعتقد أن الأمريكان تزموا الصمت على الجريمة التي حدثت بحق المرأة الستينية في مخيم الركبان يعني هذا ما يريده الأمريكان يريدون إبعاد المخيم أساسا سيد البدني يعني الأحاديثة اليوم إذا تجري بشكل أو بآخر والدفع باتجاه تفكيك المخيم كيف تهيئ روسيا لتفكيك هذا المخيم وفق رؤيتها وما هي الضمانات التي يمكن أن تعطيها للمدنيين إذا صار الأمر إلى إعادتهم إلى مناطقهم نعم أولا أنا أعتذر يبدو أنه في خطأ لفظي صار معي بموضوع داخل أو خارج الحدود الأردنية أنا قصد أنه يعني على الحدود المتشابكة في الداخل يعني على الحدود الأردنية السورية أما موضوع سؤالك حول الضمانات روسيا كل من أعطتهم ضمانات بخروجهم من مكان إلى آخر التزمت بمواقفها ولم تسمح لأحد باعتقالهم أما عن موضوع تفكيك المخيم من عدمه فالأردن يطلب بشكل ملح من روسيا وهناك محادثات جارية بين روسيا والأردن وأيضا جرت محادثات بين بوتين وترامف في هلسينكي على هذا الموضوع بأن هؤلاء اللاجئين يجب عودتهم إلى أراضيهن ومن بنود 2254 القرار الأممي هو يعني إعادة اللاجئين إلى مناطق سكنهم من أين أتوا أما عن موضوع سيعتقلهم من قوات الدولة السورية أو لن تعتقلهم من يده ليست ملوسة في الدماء ومن يدخل في الاتفاق لن يتم اعتقاله ولم تعتقل الدولة السورية أحد تم الاتفاق معه على ترك السلاح كان هناك بعض حالات الاعتقال كان هناك في درعة وفي مناطق عدة هناك حالات اعتقالات بسيطة هناك ناس يدهم ملوسة بالدماء بشكل فضيع وغريب لا تريد دولة تجري فلتر للناس التي تعود إلى من يعطى الأمان لا يعتقل وإذا تم اعتقال أحد ما فهذا خرق ويجب محاسبة من قام به سواء كان من كان أشكرك شكرا جزيلا بسام البني صحفي المتخصص بشأن الروسي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من موسكو شكر موصول لك أيضا سامر العاني الكتب والصحفي كنت معنا من غازي عنتاب مشاهدين الكرام فاصل وقصير نعود بعده لمتابعة محورنا الثاني تبقى معنا